تشارك الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في ورشة عمل مجلس المعلومات الجغرافية الوطنية للولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة جهات حكومية ومؤسسات عالمية متخصصة نعم وحول مشاركة الهيئة أكد الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء أكد العسيري أن الهيئة تحرص دائما على المشاركة في ورش عمل مجلس المعلومات الجغرافية الأمريكي لما لها من أهمية في تعزيز القدرات الوطنية ومشددا على أن منتسبي الهيئة يحسنون استغلال الفرص عبر المشاركة بفعالية في مثل هذه الورش وهم يستثمرون ما تعلموه بشكل احترافي عند تنفيذهم المشاريع التي يتولونها لتلبية الاحتياجات الوطنية موضحا أن الورش تقدمت تعريفا حول مجموعة من التقنيات المستقبلية التي ستستخدم للربط بين الموقع الجغرافي ونظم الاتصال مما يسهم في رفع مستويات دقة البيانات المتحسلة إلى جانب أهمية ملاجعة التصاميم الخاصة بحمولات الأقمار الصناعية ومكونات المحطات الأرضية ذات الصلاة في ضوء المتغيرات التقنية المتسارحة ترجمة نانسي قنقر